سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وعزائي في هذه الحلقة الجديدة التي أرغب أن ناقش فيها ما أعتقد أنه غياب الرؤية الوطنية الفلسطينية والعربية عن مقاربة النقاش السياسي حول مستقبل فلسطين طبعاً في عنا مشروعين اليوم اللي بالتداول مشروع وهمي افتراضي اسمه دولة على الأراضي المحتلة عام سبعة وستين لأنه مشروط بقبول إسرائيلي غبي وساذج من يتوقع أن يحدث بالزمان كان الله يرحمه فيصل حسيني رئيس بيت الشرق بدعوة مني لما كنت رئيس مجلس وطني للإعلام سن تسعة وتسعين في زيارة لبيروت وعملت هيك غدا على شرفه ودعايت الله يرحمه الوزير البخضرم والمثقف ميشيل إدي ونحن وعالطاولة بيحكي ميشيل إدي بيقول له لمرحوم فيصل حسيني بيقول له أنا مستغرب أنه كيف أنتوا النخب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطيني والمثقفين الفلسطينيين والمؤرخين الفلسطينيين بتتوهموا أنه فيه إمكانية لدولة على الأراضي المحتلة عام سبعة وستين طيب أي واحدة بيقرأ التاريخ بيعرف أنه العقيدة الصهيونية القائمة على أرض الميعاد هي قائمة على فرضية العودة إلى أراضي هي في أرض السبعة وستين مش بأرض تمانية وعربعين يعني مش حيفة ويافة وتل أبيب هي أرض الميعاد أرض الميعاد بالتورات وبكل الخرافة الصهيونية المبنية على بعض نصوص المنطقات من التورات والمفسرة بطريقة خاصة هي في الضفة يعني عم نحكي على الخليل عم نحكي على بيت لحم عم نحكي على القدس عم نحكي على والقدس الشرقية تحديدا مش القدس الغربية اللي فيها المسجد الأقصى أو مزاعم هيكل سليمان عم نحكي على طول كرم عم نحكي عم نحكي على كل المناطق موجودة في أرض سبعة وستين وبالتالي من هو اللي بدو يملك الجرأة والشجاعة أن يقول نتخلى عن أرض الميعاد ونرضى بدولة على الساحل يعني هذا مثل ما قتل رابين سيقتل أي من يدعو لأنه هذا ضرب في صميم العقيدة الصهيونية طيب ويوم بعد يوم نحن عم نشوف أنه الأشد عقائدية هم الذين يريثون القيادة السياسية في لحظات الضعف الإسرائيلي وبلحظات القوة الإسرائيلية لما كان في حزب العمل هو الحاكم وهو حزب علماني وآخر همه العقيدة وبدو مشروع استراتيجي إلو علاءة بكل المشروع الإمبريالي العالمي أن يكون هو قاعدة ارتكاز له في الشرق الأوسط كان عم يربح صار بده يتوسع صار يحكي بإسرائيل الكبرى يعني من الفرات إلى النيل الضف وفوق منا الجولان وسينة وإذا بيقدر بعدين يوصل يعني إلى التوسع الجغرافي أكثر ومزيد من المهاجرين هذا مشروع حزب العمل كان نكسر هذا المشروع بدأت تضعف إسرائيل مع إجبارها على الانسحاب من أراضي محتلة مثل جنوب لبنان مثل غزة صعد اليمين الأشد تطرفاً اللي بلش يقول بأنه العقيدة هي الأصل طيب العقيدة الأصل يعني الضفة الغربية يعني القدس حتى الجولان فيه إلو بعد عقائدة وبالتالي ما حدا يتوهم غير سينة بينطلع منها غزة ممكن لكن الجولان والضفة والقدس هؤلاء ما تحلموا فيهون فإذن في هذا المشروع الافتراضي الوهمي اللي إلو 30 سنة أصلاً من 93 بجر مضت منظمة التحرير على اتفاقية أسلو أنه بس القصة هي أنه الإسرائيلي كان عم بماطل وبخادع لأنه عم يتزاكى ولأنه المنظمة رخوة لا لأنه عقائدياً فيه استحالي للتنازل عن أرض 67 فيه استحالي ففيه هذا المشروع وفيه المشروع التاني اللي بيقول من البحر إلى النهر وهو المشروع التاريخي الحقيقي اللي بيمثل الحق مقابل الباطل لكن ولا حدا من دعاة النهر إلى البحر اللي هني يعني محقين بيقدر يقدموا كمشروع سياسي لما بصير النقاش بالحلول السياسية أنه بيقول لك طيب يخي نحن بالأم المتحدة أو على الدول الكبرى شو بتطرح أنت فبيصير الحكي أنه طيب نقبل حل الدولتين بس بدون الاعتراف بإسرائيل هذا على الأقل خطاب حماس الراهن بيصير الحكي أنه المشكلة لدى إسرائيل وليست لدينا كفلسطينيين أو كعرب أنا رأيي أنه إنضاج رؤية وطنية فلسطينية وعربية هي مسؤولية غائبة حتى الآن مش معروف مين اللي بده يتصده الله يعني وهون أنا رأيي أنه لابد من نقاش يمكن أن نكون نحن من يسهم في إطلاقه وعندي هون نقطتين بالمنهجية النقطة الأولى أنه بكل الحالات التاريخية التي فيها حق تقرير المصير أصلا بدعة بناء الدولة المستقلة هذه بدعة هيك تلزأ التلزيق لتعمل إطار للتسوية مثل ما بقمة الألفين تلزأت قصة أنه الأرض الانسحاب الكامل مقابل السلام الكامل طلع السلام الكامل كل العرب طلع فيه تطبيع أنت شو دخلك دخلك إذا أنت بالمغرب أو أنت بتونس أنت فيك تعمل علاقة مع إسرائيل وفيك ما تعمل فيك يكون عندك سفارة مثل ما فيه دول بالعالم كتير اليوم ما عندك سفارات معه وما عندك علاقات دبلوماسية معه وما أحد فيه إلك أنه ليش ما بتعمل مع سريلانكا مثلا أو مع هونغ كونغ أو مع كوريا الشمالية ما فيه دول مقاطعة كوريا الشمالية ومش عامل معه على الدبلوماسية فزركوا العرب حال بالتطبيع بطلب أمريكي يعني أنه إغروا إسرائيل بالتطبيع وكلنا بنتذكر أنه أصلا النص كتبه توماس فريدمن يعني قبل ما يتبنى ولي العهد السعودي الأمير عبد الله أنذاك قبل أن يصبح ملكا فبألفين واثنين انطرحت المبادرة لأنه منقدم لإغراء لإسرائيل الخليج اللي موعه مصاري عم بيطبع معك والعرب كلهم بيعملوا معك علاقات دبلوماسية وبتصير موجودة بكل العالم العربي حللنا هالقصة وخلصينا مش قادرين نطلع من موضوع فلسطين والجولان وهذا طلعينا من هلكم شبر أرض وخدم قبيلنا الأثمان وإذ لاحقا صار التطبيع وبلا فلسطين وبلا الضفة وبلا الإدس وبلا الجولان فإذن الأصل حق تقرير المصير شو هو الحق المكون لحق تقرير المصير هو حق العودة وحق العودة هو حق مكرس بقرار أممي على فكرة حل الدولتين أنا رح أرجعكم قبل ما إحكي هلأ بيعني يبين استطرد بموضوع حق العودة وحق تقرير المصير رح أرى لكم كل القرارات الصادرة أو أغلب القرارات وفق منظمة تحرير الفلسطيني أول شيء بيقول لك قرارات الجمعية العامة أهم قرارات الجمعية العامة بالـ 48 الـ 94 طبعا شايل والآن بنرجع لها بالـ 47 قرار تقسيم فلسطين بالـ 74 اعتراف بحق الفلسطينيين في السيادة على أراضيهم عم نحكي أمم جمعية عامة بالـ 74 3237 منح القرار منظمة تحرير صفة مراقب في الجمعية العامة طبعا هؤلاء كلهم الولايات المتحدة يعني يا صوتت ضد يا ما صوتت 1975 3379 القرار العظيم لمنظمة تحرير تخلت عنه لاحقا لصوت أن الصهيونية شكل من أشكال عنصرية والتمييز بالـ 91 ألغى هذا القرار القرار 3379 بموافقة منظمة تحرير والذي ألغى القرار الذي يصنف الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية والتمييز بالـ 2004 قرار إداني للممارسات الإسرائيلية بحقوق الإنسان الفلسطيني ومن ضمن القدس الشرقية بالـ 2012 قرار على منح فلسطين صفة دولة غير عضو ولكن مراقب في الأمم المتحدة 2015 سمح القرار للدول المراقبة غير الأعضاء بوضع العلام 2017 هذا قرار بوضع القدس وقال أنه إسرائيل مسؤولي عن التعامل مع القدس الشرقية كمنطقة محتلة هاي قرارات الجمعية العامة قرارات مجلس الأمن فيه ماشي هو بالمقلوب خلينا نمشيهن صح بالـ 67 أول قرار المعروف اللي هو دعوة إلى الانسحاب من جميع الأراضي التي تم احتلالها عام 67 الأرار 3-3-8 بالـ 73 نفس الشي الانسحاب من الأراضي التي تأكيد على الـ 24 الأرار 4-5-2 المستوطنات غير شرعية بالـ 1979 بالـ 1980 تأكيد أن التصرفات الإسرائيلية في القدس غير شرعية بالـ 88 طالب إسرائيل بالتوقف عن ترحيل الفلسطينيين تبهوا هذا القرار 6-10 بالـ 88 يعني لا يصلح للآن قرار مجلس أمن منع التهجير القرار 672 بالـ 90 طالب إسرائيل بصفتها قوة محتلة بتحمل مسؤولياتها من ضمن اتفاقيات جناف الـ 94 القرار 904 دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بعد مذبحة المسجد الإبراهيمي يعني يصلح للآن القرار 1073 بالـ 96 إدانة لحفر النفق لتحت المسجد الأقصى بالـ 2000 القرار 1322 أدان زيارة شارون إلى المسجد الأقصى 1435 بالـ 2002 طالب بإنهاء احتلال مقاطعة اللي هي مقر الرئيس عرفات أنا ذاك 2002 القرار 1397 طالب بإنهاء العنف بعد منذ اندلاع الانتفاضة الثانية الفلسطينية القرار 1860 بالـ 2009 دعا لإحترام وقف إطلاق النار الفوري والمستدام حتى انسحاب إسرائيل كامل من غزة يصلحوا الآن القرار 2-3-4 بـ 2016 إدانة المستوطنات الإسرائيلية التي تم بناؤها طيب هاي كل القرارات الأمم المتحدة أو أغامها وفق تصنيف منظمة تحرير الفلسطينية ما فيها الدولتين على أرض المحتلة عام 67 على الإطلاق ولا واحد منهم بينما في قرار وهلا بنجيله اسمه 181 محدد حدود وهي الصورة ورانا الخريطة يعني إذا أنا حاجب جزء منها شايفين غزة والضف كيف متلاقيين طيب يعني على مسافة ملي الحق الأول بتروح من الديمغرافيا بتقول قضية قضية شعب قضية شعب شعب له حق تخرير المصير وفيه حق العودة منصوص عليه بالقرار 194 صادر عن الجمعية العاملة وممتحدة فلاش بدي نوب عن الشعب مطالما الشعب له حق العودة وهو حق فردي ما فيها منظمة تحرير هي ذاتها ما فيها تاخد قرار بالتنازل عنه هذا حق فردي هذا مش حق جماعي منه حق سياسي هذا حق فردي إنساني شخصي كل مواطن فلسطيني تم تهجير جده له حق العودة هذا لا يفوض ولا يوكل ولا يمكن التصرف به فحق العودة ثابت ومكرس بقرار أممي ومعه حق تقرير المصير اللي هو جزء من مفاق الأمم المتحدة أصلا فإذا حق العودة وتقرير المصير انطلقنا من الشعب وتركنا لتقرير المصير أنه يقرر فيه الشعب شو مصيره بده دولة فلسطينية عرض ساعة وستين ساعتين عقلبه بروح بفاوض بانتخب هيئة قيادية يفوضها هذه المهمة مع تقرير المصير فيه سندوق بحطوله ثلاث أربع خيارات برعاية لما المتحدة حق العودة ترجع الناس وغصبا عنها إسرائيل بدأت تقبل العودة شو الحل حق العودة رجعوا الفلسطيني يا خي وفيك تعمل تقرير المصير يجمل اللاجئين وأنت تثبت حق العودة بس المبدأ القانوني شو الحل السياسي عندك حق العودة وتقرير المصير وبناء على تقرير المصير ومنعرف شو بده الشعب الفلسطيني ما حدا مخول اليوم أن يدعي أنه يملك القدرة على أن يقول أنا بتنازل عن الأرض المحتلة عام 48 مين ألك يا حبيبي مين أعطاك هالتفويض ولا إلك هاتتنازل عن حق العودة وبالتالي حق العودة وتقرير المصير شو رأيكم يا حماس شو مشروعكم السياسي حق العودة وتقرير المصير طيب هذا فيك تبدأ من الشيء بيقول لك لا إخي هذا ما بكفي بدنا نروح على موضوع بالجغرافية لأنه الدول بدأ تحكي بدأ سلام دائم وشامل أنتوا كحماس أنتوا كتنظيمات اطرحوا صيغة لنقدر نمشي معها طيب عال من باب الإحراج لأنه هذا الإسرائيلي بظروف ضعفه آنذاك وقوته طبعا يستحيل يقبلوا بظروف قوته لكن بالـ 48 وبالـ 49 ما قبلوا هذا بالمناسبة خليني يقول الأرارين 181 و194 صدروا قبل دخول إسرائيل إلى عضويات الأمم المتحدة وكان القبول الإسرائيلي الموقع على هذين القرارين شرط عضويته يعني ما فيها تتنكر لهم وتقول أنا مش موافقة القرارين الوحيدين بتاريخ الأمم المتحدة اللي عليهم موافقة إسرائيلية وتعهد بالتنفيذ هن 194 اللي بيضمن حق العودة والـ 181 اللي لأيكم شو بيعمل دولة فلسطينية لوان بيعطي غزة وبيعطي مع غزة بيعطي غزة وبيعطي أي الضفة يعني دوبل الضفة وبيعطي كل الجليل كل الجليل يعني شيل صفد وطبريها مثل ما شايفين من الناصرة بتوصل على عكا بتوصل على حدود لبنان كلها هدي دولة فلسطين طيب إذا كان طبعا الإسرائيلي مش قبلان أرض السبعة وستين يعطيك عليها دولة ليش بتتنازل أنا عن 181 يعني أنا حدا يعطيني أنه سبب وجيه إذا حصلت على 67 يخي ماشي الحال تنازل عن 181 اللي في أد 67 على مرتين مرتين ضعف الأراضي المحتلة عام 67 لأنه أصلا هو صدر كان 67 يعني كانت الضفة والقدس الشرقية وغزة بيد العرب كانت غزة مع المصريين والضفة والقدس الشرقية مع الأردن وكان قرار التقسيم لفلسطين 48 نفسه أسمى بالنص ولنفهم الأمور بصورة أوضاح رح حط خريطة تانية اللي بتبين عن شو عم نحكي يعني بصورة أكثر تفصيلية في منطق الخرائط هاي الخريطة اللي عم نحكي عنها عم نحكي هون الخريطة الأولى اللي وراي مباشرة هي الاستيطان كما كان عندما جاء الصهاينة إلى فلسطين قبل إعلان دولتهم هون عم نحكي عند إعلان دولتهم هون عم نحكي بعد إعلان الدولة والتوسع والتمدد اللي إجت قسمت رجعتنا خارطة التقسيم لهون قالت له ناذا ما بيطلع القون تاخدوا هول اللي بالأصفر شلحوا هون منطقة الجليل وأجزاء أساسية من أرض 48 ضمة للضفة الغربية وراح ليكم من غزة لوين راح يعني حتى وصل إلى أطراف النقب هذا كله ضمن فلسطين التي دولة فلسطين التي تحدث عنها القرار 181 وهون راح نرجع للخريطة اللي بتحكي عن القرار يعني عن قرار التقسيم لحتى نشوف عن شو بتحكي لأنه هو يتحدث عن الدولة العربية المقترحة ويتحدث عن الدولة اليهودية اللي هو عملها بالأزرق ويتحدث عن إدارة دولية لمنطقة القدس وبيت لحم قدس غربية وقدس شرقية طيب إذا بدك القرارات الدولية تكون أساس عظيم في قرارين دوليين إسرائيل ملزم فيهون موقع عليهم وما حدا بقدر يقول لا 181 و194 أنا أدعو أنا أدعو إلى حركة نخبوية فلسطينية تقول تطبيق القرارين 194 و181 هو البرنامج الوطني الفلسطيني السياسي الذي يطرح على المؤسسات الدولية عندما يجري مثل حديث أنه أعاد القضية الفلسطينية إلى الضوء وبدأ الحراك الدولي الذي يقول يجب أن نحل قضية فلسطين التي تفجر المنطقة كل مدة ومدة والتي لا حل بدونها عظيم شو الحل الحل 194 و181 194 و181 قراران زادران عن الجمعية العامة والمتحدة قبلت عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بناء على التعهد بتطبيقهما ولا يوجد أي قرار صادر عن الأمم المتحدة إليه على أبشتاني في منح استيطان في الحفاظ وضع 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 وضعية القدس في منظمة تحرير عضو مراقب بس ولا واحد في شيء اسمه أرض يعني دولة على الأرض محتلة عام 67 أنا أدعو إلى هذا وبرأيي هذا هو محطة من أجل التحرير لأن هذا لن يحقق إلا بالمقاومة المسلحة هذا لن يتحقق إلا بميزان قوى يهزم إسرائيل وساعتها ما بتعود قدام لا المية واحدة ولا المية واربعة سيعود الفلسطينيون دون قرار أممي وستحرر أرض وفلسطين دون قرار أممي بس عمال نشاط سياسي وديبلوماسي أبو مازن عم يعمل نشاط على الدولتين ال67 خلي عم يعمل على ال67 أنا رأيي أنه حركة حماس تحديدا أدعوها إلى تبني برنامج سياسي دبلوماسي عنوانه المية وواحدة والمية وواحدة وثمانين ما في شرطية الاعتراف بإسرائيل دولة فلسطينية ما أنك مضطر تعترف بإسرائيل ولا تقرب على الموضوع لا باعتراف ولا بلا اعتراف الأرض ال67 مشروطة بالاعتراف لأنه ويردي بالمبادرة العربية على قاعدة سلام وتطبيع واللي بدك إياه أنا ما بدي المبادرة العربية أنا بدي أرجع إلى المرجعيات القانونية الدولية عندي إما حق العودة وتقرير المصير دون الدخول في الجغرافيا وإما ثنائية القرار 194 و181 بصفتهما قراران صادران عن الجمعية العامة الأمم المتحدة التزمت إسرائيل بتنفيذهما كشرط لقبول عضويتها في الأمم المتحدة سلام القدس لكم وعليكم دائما وأبدا ترجمة نانسي قنقر